سمعت بعض العلماء يقول بأن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و يقول بأن كل من ورد كل حديث ورد بأن من فعل هذا فيغفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر لا يصح فهل هذا صحيح؟ علي بارك الله فيك أولاً نعم صح أن النبي صلى الله عليه و آله و صحبه و سلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و لذلك مما خص الله به نبيه و خليله صلى الله عليه و سلم أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فوردت نصوص كثيرة جداً أن الله تعالى يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم ووردت أحاديث فيها ذكر وما تأخر لكن بالتتبع هذه الروايات لا تسلم من مقال لا تسلم من مقال فلذلك ما ذكره هذا العالم الذي أشرت إليه هو صحيح ولذلك كل حديث ورد أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لفظة وما تأخر محل كلام وبحث عند أهل العلم ولذلك نجد العلم على فريقين فريق يذهب إلى أحيانا تصحيح هذه اللفظة لفظة وما تأخر من خلال إجرائها على القواعد الحديثية وهي عملية اجتهادية وتجد يحسن مثلا هذه اللفظة وفريق آخر يضعفها والذي يظهر والله أعلم أن لفظة وما تأخر هي ضعيفة بالنسبة للأحاديث الواردة في هذا الباب